الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء الطلابنات الطالبات في درس اليوم سألنا الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد بإذن الله تعالى نتناول في درس اليوم الحديث الثامن نأتي بإذن الله تعالى على بيانه تناولنا في الدرس السابق الحديث السابع وذكرنا في ذلكم الحديث ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن ومثلا للكافر وذكرنا ما ضربه عليه الصلاة والسلام في أن ما يصيب المؤمن من ابتلاء إنما هو في حقيقة الأمر كفارة للخطايا ورفعة لدرجات المؤمن بإذن الله تعالى نأتو إياكم بعد الحديث السابع إلى موضوع درس اليوم ألا وهو كما هو ظاهر أمامكم الحديث الثامن ذلكم هو موضوع درسنا بسم الله الرحمن الرحيم تناولنا في الدرس السابق الحديث السابع وذكرت في حديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل خامة الزرع الحديث وبينا في ذلكم الحديث وما ذكرناه كذلكم قبل قليل في أن المؤمن يصيب من ابتلاءات تكفر خطاياه وترفع درجاته فإلى سؤال نطرح إليكم عن الحديث السابق قبل أن نبدأ في درس اليوم لابتلاء الله جل وعلا لعباده المؤمنين فوائد منها ذكرنا أبناء الطلاب بنات الطالبات ثلاث فوائد من الابتلاء الذي يصيب المؤمن فما فائدة ذلك الابتلاء وذلك الاختبار الذي يصيب المؤمن سواء أكان فيه ولد أو مال أو صحة أو غير ذلك مما يصيب المؤمن فذكرنا في ذلك ثلاث فوائد نستذكرها وإياكم بنات طلاب بنات الطالبات نعم الفائدة الأولى ماذا يحصل المؤمن ماذا يكون له أحسنتم ذكرنا في ذلك في الفائدة الأولى الاختبار ليتبين صدق الإيمان من عدمه هل يصبر العب على ما أصابه أم لا يصبر هذه الفائدة الأولى اختبار وابتلاء من الله جل وعلا وعظم ابتلاء هو ما يكون على الإنسان من أوامر ونواهي هل يفعل الأوامر ويجتنب عن نواهي كذلك ما يكون على الإنسان من نعم وصحة وعافية وما أكرمه الله جل وعلا كل ذلك من أنواعي الاختبار هل يكون صادقا في إيمانه أو يكون العبد لا يصدق في إيمانه هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية مما ذكرنا في الدرس السابق ذكرنا كذلكم التطهير من الذنوب والخطايا فهي رفعة لدرجاته وكفارة لخطايا مما يصيب المؤمن من ابتلاء كذلكم الفائدة الثالثة ما هي الفائدة الثالثة؟ الفائدة الأولى هذه هي الفائدة الثانية كذلك ظهرة أمامكم تكفير لخطأ المؤمن ما رأيكم؟ ما هي الفائدة الثالثة الذي يستفيدها الإنسان من حدوث تلكم والابتلاءات أحسنتم نقول فائدة الثالثة كما هو ظاهر أمامكم ليلجأ المؤمنون إلى ربهم ويظهروا افتقارهم إليه إذا أصيب المؤمن ببلاء ماذا يفعل؟ يلجأ إلى ربه ويدعو الله جل وعلا أن يكشف عنه ذلك الضر وذلك البلاء هذا كل من فوائد الابتلاء وربما لو لم يصبه ذلك الضر وذلك الابتلاء لم يجأ إلى الله تعالى ولم يدعو ربه فذلك الابتلاء يقرب العبد من ربي ذلك ما ذكرناه من فوائد من الابتلاءات التي تصيب المؤمنين ناتوا إياكم أبناء طلبنات الطالبات إلى الحديث الثامن وكتابكم يفتح في صفحتي ثلاثة وستين فكونوا معي في الحديث الثامن ناتوا إياكم ابناء الطلبنات الطالبات إلى أهداف درس اليوم يتوقعوا منك بعد الدرس أن تعرف النفاق اصطلاحا ثانيا تشرح قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ثالثا تبين السبب في تثاقل المنافقين عن صلاة الفجر رابعا تبين بعض أحكام صلاة الجماعة خامسا تبين حكم التكاسل والتثاقل عن أداء الصلاة وخاصة صلاة الفجر أخيرا تحذر من التشبه بالمنافقين في التأخر عن الصلاة بإذن الله نأتي على تلكم الأهداف تباعا في درس اليوم تمهيد للصلاة في الإسلام مكانة عظمى وأهمية كبرى فلا حظ في الإسلام لمن تركها ومن صفات المنافقين استثقال الصلاة والتكاسل عنها كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي الذي سنتناوله بإذن الله في درس اليوم إذن نأتي وإياكم من يأة طلاب ونأتي الطالبات إلى الحديث إلى بيان حديث درس اليوم نقرأ الحديث أولاً ثم بعد ذلك نأتي إلى بيان إرشادات الحديث حديث اليوم يتكلم عن ثقل الصلاة على المنافقين فهي بشكل عام ثقيلة لكن هناك صلاتان هما أثقل صلاة على المنافقين فما هما تلكم الصلاة فما هما تلكم الصلاتان الثقيلتان على المنافقين نأتي وإياكم إلى حديثي اليوم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار رواه البخاري ومسلم بإذن الله تعالى هذا ما سنتناوله هذا الحديث في ترسل يوم إذن الصلاتان الثقيلة ما هما جميع الصلوات على المنافقين ثقيلة دلالة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن أثقل فهما في حقيقة أمن كل الصلوات ثقيلة على المنافقين لكن أثقل هما ما هما نبينه كما هو ظاهر أمامكم صلاة العشاء وصلاة الفجر هاتان هما أثقل الصلوات فأثقل تبين أن جميع الصلوات ثقيلة لكن صلاة العشاء وصلاة الفجر هما أثقل الصلوات على المنافقين ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما هما ظاهرون أمامكم في الحديث أن في تلكم الصلوات ولو يعلم المنافقون ما في هاتين الصلاتين لأتوهما ولو حبوا نبين ذلك بإذن الله تعالى في إرشادات حديث اليوم إذن نأتي وإياكم أخي الطالب وأخي الطالبة إلى بيان الحديث إرشادات الحديث أولا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام والمؤمن الصادق يحبها ويحرص عليها ويؤديها مخلصا لله تعالى بخلاف المنافق الذي إنما يعبد الله تعالى لماذا؟ ليراه الناس ولذلك تثقل عليه جميع العبادات لأنه لا يرجو ثوابها وتثقل أكثر إذا كانت بحيث لا يراه الناس عندنا هنا المنافق يعبد الله تعالى لماذا؟ ليراه الناس وتثقل إذا كانت بحيث لا يراه الناس نريد أن نستنبط من هذه العبارة معنى المنافق من هو المنافق أخي الطالب أختي الطالبة أبناء الطلاب و بنات الطالبات من هو المنافق هو يعبد الله إذا كان هناك أحد يراه طيب إذا لم يكن أحد يراه تثقل عليه العبادات وربما لا يؤديها إذن من هو المنافق يظهر ماذا ويبتن ماذا ما رأيكم أحسنتم المنافق هو الذي يظهر ماذا الإيمان ويبتن ماذا الكفر إذن تثقل عليه الصلاة لذلك كان في إرشادات الحديث في حقيقة الأمر إنما يعبد الله تعالى فقط ليراه الناس وحيث لا يراه الناس لا يتقرب إلى الله بالعبادة إذن هو يظهر الإيمان ويبطن الكفر في قلبه والصلاة مهمة لذلك هي الركن الثاني من أركان الإسلام فهي مباشرة بعد الشهادتين وذلك المنافق يفرط في ذلك الركن العظيم يعبد الله في الأوقات التي يراه فيها الناس ما هي صلاة ماذا وماذا وماذا الذي يراه فيها الناس ما رأيكم أخي الطالب أختي الطالبة الصلوات الظاهرة ما هي التي يراه فيها الناس أحسنتم الظهر وفقتم ثم ماذا العصر ثم ماذا المغرب هذه الصلوات يعرس على أدائها لكن العشاء والفجر حينما لا يراه الناس تثقل عليه الصلوات بل ربما يتركها لذلك قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ثانيا من إرشادات الحديث كذلك المؤمن الصادق يحب الصلاة مع الجماعة في بيوت الله تعالى ولا يستثقلها وذلك لأمور منها أولا أن الله تعالى يحب من عبده أن يصلي مع الجماعة فهذا المؤمن الصادق يحرص على هذا الأمر أولا لمحبة الله جل وعلا وعلا من عبده أن يكون حاضرا في صلاة الجماعة ثانيا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ويأتي معنا بإذن الله تعالى كم المقدار في الأجر بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة إذن المؤمن الصادق يحرص على الصلوات لهذه الأمرين محبة الله تعالى لصلاة الجماعة فهو يحرص أن يتواجد حيث يحب الله جل وعلا عباده والثاني أن صلاة الجماعة أفضل بدرجات من صلاة الفرد ثالثا من الأعذار التي يمكن معها التخلف عن صلاة الجماعة المرض الذي يشق معه الحضور إلى الصلاة لو قيل أذكر الأعذار ما هي الأعذار التي يجوز للإنسان في أن يتخلف عن صلاة الجماعة الأول المرض الإنسان المريض ويثقل عليه الحضور إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة هل يلجم ذلكم المريض بأداء الصلاة مع الجماعة لا فهنا عذر أباح له التخلف عن صلاة الجماعة الثاني الذي يباح له التخلف المطر الشديد الذي يشق معه الخروج إلى المسجد هذا الأمر الثاني مطر شديد جدا ولا يستطيع الناس لصول إلى المسجد وربما تكون الأرض طينية ولا يمكن العبور لأداء الصلاة في المسجد لذلك ما هو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ماذا يصلي في رحله الصلاة في الرحال فهذا عذر قد أباح للإنسان خاصة إذا كان ربما يكونه شيخا كبيرا ويحرص على أداء الصلاة مع الجماعة لكن مع هطول المطر وكثرته وغزارته لا يستطيع العبور إلى المسجد فنقول كذلكم هذا عذر آخر إذن العذران هما أولا كما هو ظاهر أمامكم المرض والعذر الثاني المطر الشديد الذي يشق معه الخروج إلى المسجد كذلكم رابعا اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ذكرنا قبل قليل محبة الله جل وعلا صلاة الجماعة وأن تتفاوت عن صلاة الفرد بدرجات فكم درجة نكمل وإياكم وقد جاءت لحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بكم درجة بسبع وعشرين درجة فرق بين ذلكم الذي يؤدي الصلاة منفردا وبين الذي يؤدونها جماعة فذلك الذي يؤديها في بيته كم تفرق بينه وبين الجماعة سبع وعشرين درجة وكم من الفضاء التفوت عليه عند كل صلاة هذه الصلاة فاتت وهذه وهذه كم من درجات تذهب على ذلك المفرط لصلاة الجماعة كذلكم خامسا ترك صلاة الجماعة في بلد أو قرية أو بادية أو غيرها مما يجتمع فيه الناس يدل على تسلط الشيطان عليهم أولئك القوم الذين لا يؤدون صلاة الجماعة في البلد أو القرية أو البادية أو أي مكان ليجتمع فيه الناس ماذا يكون عليهم يقول قد تسلط الشيطان عليهم لماذا نكمل فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ثلاثة تتم بهم الجماعة ولا يؤدونها ماذا يكون يستحوذ عليهم الشيطان وما هو المعنى المراد؟ أن يستولي عليهم الشيطان وحواهم إليه فالمعنى استولى عليهم الشيطان وحواهم إليه تسلط عليهم وما رأيكم بقوم تسلط عليهم الشيطان سادسا كذلكم في هذه الفائدة بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم وفي هذا الإرشاد حرص الصحابة رضي الله عنهم على أداء صلاة الجماعة حتى لو كان بأحدهم مرض هل يتخلف عنها؟ نأتي إلى بيان ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على صلاة الجماعة فلم يكونوا يتخلفون عنها إلا من عذر وذكرنا العذر قبل قليل المرض أو المطر الشديد الذي يشق معه الحضور إلى المسجد قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن إذن من تمامي الإسلام والإيمان المحافظة على تلكم الصلوات فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ثم ماذا يحدث ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم إذن من يفرط في صلاة الجماعة يترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن من يترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يكون في حاله يكون قد ظل وترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم ماذا يخبر ابن مسعود بعد ذلك يخبر عن حالهم مع الصلاة حال الصحابة رضي الله عنهم يسأل الله أن نكون من السائرين على نهجهم ما هي حالهم مع الصلاة نكمل وإياكم قول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق هو الذي يتخلف عن الصلاة أو مريض فعنده العذر ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رجل من يمينه ورجل من يساره رجل عن اليمين وعن اليسار يأتون بذلك الرجل ما بالكم قد يكون كبير في السن أو مريض ومع ذلك لم يرد أن يتخلف عن صلاة الجماعة مع أن العذر موجود لكن من حرصهم رضي الله وما رضاهم يحرصون على الإتيان لصلاة الجماعة والقرب منها ومع الأسف قد يتخلف البعض عن صلاة الجماعة لثقل أو ربما لأمر يشغله الآن بعد قليل سأذهب فربما تفوت الصلاة ويتعود على هذا الفعل حتى يترك بعد ذلك صلاة الجماعة وربما يؤديها في بيته ويستثقلها بعد ذلك وربما يجمعه بعد ذلك مع صلاة أخرى ثم يستثقلها بعد ذلك والشيطان يغوى الإنسان وربما يترك أداء الصلاة وذلك يعرص الإنسان على أداء صلاة الجماعة كذلك سابعا دل الحديث على أهمية صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد وأن التهاون بها خصلة ذميمة من خصال المنافقين وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسيئون الظن بمن تخلف عنها أبمن تخلف عن صلاة الفجر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن كذلكم ثامنا دل الحديث على فضيلة خاصة لصلاة العشاء والفجر وهو أنهما أثقل الصلاة على المنافقين وكذلك من يحرص عليها قد ابتعد عن صفات المنافقين وكذلك هناك أجر آخر لمن يحافظ على صلاة العشاء والفجر فما هو الأجر ظاهر أمامكم ومما ثبت في ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء لكن هنا شرط أين يصليها؟ ما رأيكم من الطلاب لا تطلبت أين يصليها؟ في جماعة أي ليس منفردا ما هو الأجر الحاصل له إذا صلى في الجماعة ليس منفردا ماذا يكون له من الثواب؟ كأنما قام نصف الليل أجر عظيم يعني كأنه يصلي نصف الليل متواصل هذا من صلى العشاء ومن صلى الفجر كذلك ناتي وإياكم إلى بيان أجره ومن صلى الصبح فيه جماعة كذلك أمر مشروط في جماعة صلى الفجر ماذا يكون أجره وثوابه؟ فكأنما صلى الليلة كله فهل بعد هذا الحديث نفرط في أداء صلاة العشاء وصلاة الفجر خاصة في جماعة مع بقية الصلوات وأدائها في المسجد لكن الحديث عن فضل هاتين الصلاتين خاصة وبقية الصلوات كذلك لها فضائل أخرى فلنحرص على المحافظة على جميع الصلوات في المسجد كذلكم تاسعا وبيه نختم بهذه الإرشاد من صفات المنافقين أنهم لثقل الصلاة عليهم لا يقومون إليها إلا كسالا لا يقومون جميع الصلوات لا يقومون إليها إلا كسالا وينقرونها نقرا يصلون بماذا بسرعة لا يخشعون في تلكم الصلوات ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا ويؤخرونها عن وقتها كل ذلك من صفات من من صفات إلاك المنافقين يستذقلون الصلاة يتون كسال الصلاة وربما لا يقومون في الصف وكسلانين في الصلاة كذلك من يتخلق بأخلاقي ولا يقومون فليحذر يقول أحذر أن تستدرج فتأخذ صفة من صفات المنافقين وينقرها نقرا بسرعة يصليها كأنه يريد الفكاكة من تلكم الصلاة والسرعة في أدائها ويؤخرونها عن وقتها كذلك من صفاتهم قال أنا سبحانه مالك رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرره الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا أي صليه بسرعة وذكر الله جل وعلا في تلكم الصلاة قليل ناتوا إياكم بعد ختام رشادات الحديث أخي الطالب واختي الطالبة إلى قيم نفسك من الأعذار التي يمكن معها التخلف عن صلاة الجماعة سؤاله نطرح إليكم به نختم ما إلى عذار ذكرنا عذرين يمكن بهم الإنسان تخلف صلاة الجماعة فما هو العذران نعم أبناء طلبنات الطالبات ما رأيكم عذران قلنا واحد اثنين فقط أحسنتم أحسنتم العذر الأول المرض الذي يشق معه الحضور إلى الصلاة وما رأيكم ما هو العذر الثاني بعد المرض ذكرنا في حال ماذا حضور ماذا أحسنتم إذن العذر الثاني في حال المطر الشديد الذي يشق معه الخروج إلى المسجد وبختم هذا السؤال نكون قد أتينا على ختم درس اليوم الحديث الثامن في صفحة ثلاثة وستين نسأل الله جل وعلا أبناء الطلب بنات الطالبات أن يجعلنا من المحافظين على أداء الصروات وأن يوفقنا لعبادته وأن يجعلنا كذلك من القائمين بذكره وشكره وحسن عبادته نلقاكم أبناء الطلب بنات الطالبات بإذن الله تعالى في درس قادم على خير سألنا الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد قائلا في ختام درسنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستودعكم الله الذي لا تضع وداعه وألقاكم بإذن الله تعالى على خير في درس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته